خلينا نبقى متفقين دايماً إنه الخواجة مش دايماً على حق ومش كل حاجة بيعملوها الناس في أوروبا احنا ينفع نشفها وبنسبة 100% ويبقى هو ده الصح ليه بقول ده؟ الواقع اللي حصلت مبارح الاستمرار بتاع المسلسل بتاعها وتدعياتها النهاردة مفيش حد في الصحافة العالمية إلا وبيتكلم على قصة كيبا وساري وتمبارح في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي القصة اللي ما كانش متابع ولا مش عارف مبارح بصرعة بصرعة كده حولها لكم حارس مارما فريق تشيلسي نهائي كاسر ربطة وبيلعب تشيلسي قدام مانشستر سيتي خلاص الوقت بيخلص الراجل المدير الفني اللي هو ساري بيغير اللعيب اللي عنده اللي هو حارس المارما تكيبا حارس مارما من إقليم الباسك عنده 24 سنة هو يمثل مستقبل تشيلسي أغلى حارس مارما فيه الفترة الأخيرة بعد رحيل كورتوا كان النادي بيفكر في مشروع مهم أو حارس مارما كبير ده حصل جابوه بقى موجود الراجل عايز يغيره علشان ينزل كابايرو كابايرو حارس مارما عنده 38 سنة فالمفترض أنه الراجل ده هو اللي حيقوم بالدور بتاع ركلات الترجيح من نقطة الجزاكة حارس مارما وميز جدا عملها قبل كده لما كان بيلعب مع المان سيتي فتعال غير مارضيش يغير تعال غير مارضيش يغير تبقى طلع برة تبقى دخل جوه ده اللي هو ساري يبقى طوله الحكم يتناش مع اللعيب اللعيب لأ يقوله يروح له ديفيد لويسي وشوشي لأ عامل نفسه قال يعني هو ايه أنا سليم مش مصاب فطبعا اللي حصل بعد المباراة كارثي جدا يعني اللي حصل ده في حد ذاته فضيح اللي حصل بعد المباراة يعني ألعن وأدال سبيل زي ما بنقول ليه لأنه ساري حاب يداري على الموضوع قالك لا ده حصل سوء تفاهم وانا تفاهمت وجهة نظره هو كان فاكر ان انا بقوله اخرج عشان انت مصاب بس تمثيلها بايخة الكل فاهم واللعيب نفسه قالك ده سوء تفاهم انا كنت حابة توريره ان انا عندي اصرار وروح ان انا موجود في الملعب هيا القصة مش كده خالص على الاطلاق ويمكن تتكلمنا في الجزئية دي ده انا بس قلت المقدمة السريعة قوي قوي دي للي ما كانش عارف او مش متابع اللي حصل امبارح النهاردة فيه تمرين لتشلسي راح كيبا وبقى لك بقى الراجل المدير الفاني امبارح قالك ايه قالك ده سوء تفاهم مفيش عقوبات مش هنتعامل مع الموضوع على انه فيه اي ازمة انا فهمته غلط ده العيب عنده اسرار وعنده روح الناس كلها عملة تتكلم ان اللي حصل ده فضيحة فالرجل خلاص لم الموضوع بس كدش عليه بس هو راح لمه طب النهاردة في التمرين ايه اللي حصل طرد اللاعيب نفسه طرد كيبا ما دخلوش التمرين كيبا رايح التمرين صحفيين اللي موجودين حوالين المران شافوه خرج بعربيته مرة تانية قدام حضراتكم على الشاشة الصورة هو اللي في بال النظر والمهم هوي واللي احنا بنتكلم فيه هو انه واضح انه ساري يعنده شيزوفرينيا يعني ما عندوش معايير اصلا يعني يتلم الموضوع فاتكمل في العك اللي انت عكيته من الاول يعني يتاخد موقف اخلاقي وانضباطي تجاه اللاعب طيب تدعيات الموضوع ده ايه وهل فيها لان فكرة انه المدير الفني بدأت شخصيته تتآكل امام عظمة اللاعيبة واللي بيحصل على سوشيال ميديا واللي بيحصل على مستوى العالم تعالوا قولوكو شوية مواقف مهمة جدا علشان تعرفوا القصة ماشية ازاي مين ساري قصته ايه كلها على بعض ساري ده كان محاسب في بنك كل قصته قبض الناس ايه فعل الناس فلوه محاسب في بنك مش بتاع كورة مش مدير فني ما اشتغلش مع ولا مدير فني كبير ما طلعش من تحت ايد اي حد ما تعلمش من حد هو الراجل كان بيحاسب في بنك او شغال محاسب في بنك وبعد الظهر كان بيمرن الناس اللي في الاقليم عنده والله زي ما بيقولوكو كده قصة عارفة طبعا الناس اللي يعني متغلين في الكرة العالمية فلا شاف مدير فني كبير وله قادرة بقى لعيب لعيبة كرة القدم وخباياهم وتفاصلهم ولقطاتهم اللي بيعملوها وما عندوش فكرة عليها او فيها يعني فالراجل جي مرة واحدة كده هبت في دماغه ورجع من البنك قالعي الكرافاتة بيسأل مراته او بيقول لمراته انا النهاردة استقلت من البنك انا مش مكمل يا عم بتعمل ايه استقلت من حاج ايه هبت ولا ايه اه خلاص مش رايح انا هبقى مدرب انا عجبتني شغلانة وهبقى مدير فني فعلا الراجل بدأ ياخد خطوات ويلم بقى كل ما له علاقة بالمحاضرات ويبتدي ياخد كورسات ويبتدي ياخد رخص تدريبية ويشتغل في القصة دي مره نامبولي بعدها نامبولي ثلاث سنين ومن بعد نامبولي راح لفرقة كبيرة جدا جدا وعظيمة في الدورة الانجليزي اللي هي تشيلسي الراجل ما عندوش الخبايا والالعيب بتاعت اللعيبة ما يعرفش يتصرف ما عندوش حسن تصرف لانه لو شفتوا اللقطة مبارح ولا انا جبتها لكم مره يرزع في الازاز في الازازة ويخبطها في الارض ومرة يقعد على المشعارف على الكورسي ومرة يقوم تاني ومرة يخرج ومرة يرجع ويروح يكلم الحكم سوء تصرف لمدير فني يبدو فيه حالة من حالات الهشاشة وعدم التعامل بأي منطقية